منذ بدء ازمة انتشار فيروس كورونا مطلع العام الجاري والعراق يعاني من ازمات صحية وسياسية واقتصادية ومالية ادت الى ايجاد صعوبة في تأمين دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين من قبل الحكومة الجديدة والبالغ نحو اربعة تريليونات دينار شهريا اي ما يعادل ثلاثة مليارات دولار امريكي ومع توقف الطيران في جميع انحاء العالم انخفض طلب على النفط الى حد كبير مما ادى الى تهاوي ارادات النفط للعراق وازدياد معدلات البطالة وتضاعف معدلات الفقر بشكل غير مسبوق منذ عام 2003 وهذا ما اقره وزير المالية علي علاوي المشكلة ابعد واعمق واكبر صارنا احنا 13 سنة من التغيير السياسات الاقتصادية التبعت من ذاك اليوم من 2003 لحد الان تراكمات من السياسات خاطئة الازمة المالية ستكون ابرز الملفات التي على حكومة الكاظمية تعامل معها في ظل عجز مالي في الموازنة تجاوز الخمسين تريليون دينار الامر الذي استدعى الى تشكيل لجنة الاصلاح المالي الهدف منها اتخاذ جملة من الاجراءات لمعالجتها والقيام بالاصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية اولى جلسة لمجلس الوزراء بكابينة مكتملة جعلها الكاظمي استثنائية لمناقشة الاصلاح في القطاعين المالي والاقتصادي بتأكيده انه بعد اكمال الكابينة الوزارية يجب البدء بالخطوات العملية كفريق واحد لتجاوز التحديات التي يمر بها البلد داعيا لتعاون الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح امكانية الحكومة الجديدة في تجاوز الازمة الاقتصادية تكمن بما يمتلك الكاظمي من علاقات داخلية وخارجية متوازنة فضلا عن رغبة المجتمع الدولي بتقديم دعمه لحكومته ما يوفر له فرصا اكثر ممن سبقوه في رئاسة الحكومة للعبور بالبلاد الى بر الامان